نجحات عدة حقتها قناة سويس خلال العام الجاري شملت تحقيق إراداتنا قياسية وتنفيذ مشروعات عملاقة بجانب توفير خدمات جديدة ومتطورة وحوافز تسويقية مما دفع عدلا من المنظمات والجهات الاقتصادية الدولية للإشادة بأدائها وبالحديث عن دورها في حركة التجارة العالمية مجموعة أوكسفورد للأعمال أوضحت بأن قناة سويس تعد واحدة من أكثر الممرات المائية استخداما بالعالم وتمثل 12% من حركة الشحن الدولية حيث تعتبر بوابة لوجستية رئيسية من أجل ربط أوروبا بأسيا والشرق الأوسط فضلا عن كونها مصدرا رئيسيا للإرادات كما ذكرت بأن ما تم توسع بقناة سويس يمكن اعتباره خطوة ملموسة نحو ترسيخ موقع مصر كمركز لوجستي وتجاري وتعزيز أفضلية موقعها وسط طرق الشحن الرئاسية ما بين الشرق والغرب وبدورها رأت فتش أن قناة سويس ستحفز نموة الاستثمار في مصر وبشكل أكبر ومشيرة إلى أن إراداتها المرتفعة ستحقق تعافيا كبيرا بالميزان التجاري للخدمات وأن عائداتها وصلت إلى مستوى قياسي في شهر أبريل من العام الجاري ومتوقعة بذلك أن يستمر هذا الاتجاه خلال الأشهر المقبلة مع زيادة عبور الناقلات عبر القناة من جانبه أشار البنك الدولي أيضا إلى تحسن مصادر الدخل الأجنبي في الآونة الأخيرة مع بدء الأنشطة المهمة في الانتعاش بما فيها عائدات قناة السويس مع تخفيف القيود المفروضة على التجارة أما مجلة الإيكونوميست فأكدت أنه رغم التحديات التي تواجه قطاع الخدمات فإنه من المتوقع أن يظل ميزان الخدمات في مصر محققا لفائد مدعوما بصورة رئيسية بتوسعة القناة وبزيادة إراداتها أما وكالة بلومبرغ فلفتت إلى أنه على الرغم من أثار جائحة كورونا فإن قناة السويس استطاعت تسجيل عبور المزيد من السفن والتي تجاوزت أعدادها أي وقت مضى أضفت أيضا الوكالة بأن قناة السويس تمثل أهمية كبيرة لأتجارة العالمية وبدونها سيتعين على المركبات العابرة من الشرق الأوسط إلى أوروبا أسفروا ستة ألاف ميل إضافية وزيادة ما يقرب من ثلاثة ألاف أو ثلاثمائة ألف دولار كتكلفة إضافية للوقود فقط كما أشاد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بقناة السويس ومؤكدا على الدور المحوري الذي تلعبه في دعم سلسلة الإمداد العالمية ذلك أيضا فضلا عن دورها في خدمة حركة الملاحة والتجارة البحرية في العالم أعرب أيضا عن ثقته في قدرة منظومة النقل البحري المصري في دعم تجارة الإقليمية والقرية والدولية مشاهدين الكرام كان هذا عرضا واستعراضا لأبرز الإشادات الدولية بأداء قناة السويس وبدورها في حركة التجارة والملاحة الدولية أشكركم في المتابعة